تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن أمير دولة قطر أعرب عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي حيث ثمن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون من جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وذلك في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير وقد تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن دفع آليات التشاور والتنصيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر